اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر ميناء بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية ويواصل ضيوف الرحمن خلال أيام تشريق رمي الجمارات الثلاثة ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيرا جمرة العقبة الكبرى وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر ميناء بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة الخادم الحرمين الشريفين